بداية تسمية الاسم ذكرى عاشراء يوم عاشراء لماذا تسمية بهذا الأمر وما فضله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما يلقان بمقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الأمي الذي علم المتعلمين واليتيم الذي بعث الأمل في قلوب البائسين اللهم صلي وسلم وبارك عليك وعلى آله وصحبه أجمعين وبهذه المناسبة فنحن اسكمال نعطر هذا الاسستوديو الآن عندما نصلي فيه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعطر مجالسنا عندما نصلي فيه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن يوم عاشراء هو اليوم العاشر من شهر الله سبحانه وتعالى المحرم حيثك عارفو أستاذ المشاهدين يعرفون أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا أربعة أشهر حرم ثلاثة متوليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم و واحد فرد وهو شهر رجل فلذلك هو شهر الله المحرم و يوم العاشر من شهر الله المحرم هو يوم عشراء و هو يوم مشهود في التاريخ الإنساني ففي هذا اليوم نجى الله سبحانه و تعالى موسى عليه السلام و أغرق فرعون و ملأه و في هذا اليوم أيضا استوت يوم عشراء استوت سفينة نوح على جبل الجودي بإذن الله سبحانه و تعالى و يقال أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله سبحانه و تعالى أيضا تاب على آدم في يوم عشراء و ذلك أنه تلقى كلمات من ربه فتاب عليه إذن فهذا يوم عظيم من أيام الله سبحانه و تعالى أيضا في هذا اليوم استشهد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه و أرضاه في واقعة كربلا المعروفة عندما نبدأ بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذهب مهاجرا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وجد اليهود يصومون يوم عشراء أي يوم العاشر من شاهد الله المحرم فسأل النبي عليه الصلاة و السلام لماذا تصومون هذا اليوم فقالوا له ذاك يوم نجى فيه الله عز وجل نبيه موسى عليه السلام و أغرق فرعون و قومه ماذا فعل النبي عليه الصلاة و السلام دائما رس كمال أي مسؤول بيجي لازم يضرب في المسؤول السابق و أقول لك ما عملش حاجة سبل الوزارة خربانة سبل كذا لم يصنع شيئا أي مسؤول بيجي لازم يقدح في المسؤول السابق لكن شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما راحل مدينة كم كلهم أنتوا ليه تصوموا ما تصوموش دول يهود لماذا نتفق مع اليهود دعونا نخالف اليهود لكن شوف احترام سيدنا النبي لأصحاب الديانات السموية السابقة احترام الرسول صلى الله عليه وسلم لكل من جاء بكتاب سماوي احترام رسول الله لكل الأنبياء هذا مهم لنا كلنا أن المسلم لا يمكن يكون مسلم إلا إذا آمن بكل الأنبياء و المرسلين لا يكون المسلم مسلما إلا إذا آمن بخمسة و عشرين نبي و رسول ذكروا صراحة في القرآن العظيم آمن الرسول بما أنزل عليهم الربه و المؤمنون كل أمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله لا نفرق بين أحد من رسله و قالوا سمعنا و أطعنا غفرانك ربنا و إليك المصير الرسول صلى الله عليه وسلم لم يهدي ما جاء به موسى ولكنه أحب موسى واحترم موسى واحترم كل الأنبياء فقال عليه الصلاة و السلام جملته المشهورة التي ينبغي أن تكتب بحروف من نور قال عليه الصلاة و السلام نحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه و أمر المسلمين بصيامه صلى الله عليه وسلم فكانت اليهود في ذلك الوقت يتخذون يوم عشراء يوم عيد يوم عيد لهم فأمر النبي عليه الصلاة و السلام بصيام أيضا يوم تاسعاء حتى نخالفهم في هذا إذن فهو يوم عظيم مش تاسعاء فقط يعني تاسعاء أو اليوم يوم تاسعاء يوم تاسعاء يوم قبله أو بعد و قال صلى الله عليه وسلم في العام القادم إن عشت إلى قابل لأصمنا يوم تاسعاء أيضا لما سأله أصحابه رضوان الله عليه يعني من الجائز أن يصوم أيضا عشراء واليوم الذي يليه اليوم الذي يليه و يزعم الأم الله و يجوز أيضا نصوم تاسعاء و عشراء إذن لم يتمكن من صيام تاسعاء بل لم يتمكن من صيام تاسعاء فعليه أن يكرمه الله بصيام يوم عشراء بإذن الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى و رحمته وسعت كل شيء و قد ثبت في الحديث الصحيح السواب بأه أنا بم بصوم إيه السواب الإسلام عمل أكازيون حسنات أكازيون حسنات مش حلاء الأكازيون ده إلا عندي الإسلام اللي عند الدين الإسلامي فالرسول صلى الله عليه وسلم أكلنا في حديث صحيح قالك من صام يوم مع شراب أحسبه عند الله سبحانه وتعالى يكفر ذنوب سنة ماضية يعني ذنوب السنة يعني الواحد لو صام كل سنة ربنا يغفر له كده وابقى العبد بقى ما عنده السيئات بإذن الله سبحانه وتعالى وصفرنا عداد السيئات يا سيدس كمال بقى عداد السيئات عزيره وبقى الإنسان بني آدم جديد يعود إلى الله سبحانه وتعالى وأرجع إلى الله سبحانه وتعالى والمسلم يكثر من ذكر الله لأن ربنا قال وذكرهم بأيام الله نذكر ربنا نقول إيه زي ما الرسول علمنا خير ما قلته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير الإمام الجنيد رحمه الله كان جالسا مع تلاميذه فقال لهم يا تلاميذي أكثروا من ذكر الصالحين بدل ما تجيبوا فسرت الناس وترفعوا رصدكوا ببنك السيئات أكثروا من ذكر الصالحين فإنه إذا ذكر الصالحون نزلت رحمة الله سبحانه وتعالى فقام واحد من تلاميذ وقال له يا أستاذنا إذا ذكر الصالحون نزلت رحمة الله فماذا يحدث إذا ذكر الله رب العالمين فقال إذا ذكر الله سبحانه وتعالى تنزلت الطمأنينة أو ما سمعتم إلى قول الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنه القلوب أنا أعتقد من أهم الدروس التي تعلمها في الإسراء والمعراج احترام أصحاب الديانات السموية السابقة وكيف احترمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن دولة الحق ساعة دولة الحق لن تقوم الساعة وأن دولة الظلم ساعة واحدة الدول على ذلك أن فرعون هذا الحاكم الظالم الذي استخف قومه فأطعوا أغرقه الله لأنه قال لقومه أنا ربكم الأعلى وكما قال الله عز وجل فاستخف قومه فأطعوا إنهم كانوا قوما فاسقين العجيب كما يقول القرطبي في تفسيره الجامعي لأحكام القرآن أن فرعون عندما غرق في البحر أخذ ينادي ويقول أنقذني يا موسى أنقذني يا موسى قالها سبعين مرة حتى غرق وإذا بالحق سبحانه وتعالى أساس كمال يعاتب موسى عليه السلام ويقول له يا موسى استغاث بك سبعين مرة فلم تغز ذكر اسمك سبعين مرة فلم تجب نادى عليك سبعين مرة فلم تعن يا موسى وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لو قال يا رب لو قال يا الله مرة واحدة لنجوته من الغرق ولغفرت له كل ذنوب لكنه لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى ولم يعرف الله سبحانه وتعالى ولذلك نجاه الله ببدنه كما قال تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية لكي يكون آية لكل الناس فيعرفون أنه ليس ربا وأنه ليس إلها لأن الإله حي لا يموت أبدا شكرا نعم